اشتركوا في القناة احتفل سلطان الطرب جورج وصوف مرة جديدة بخطوبة ابن حاتم على شابة تدعى امال حلاوي وذلك بعد اسابيع قليلة من خطوبة نجلو الاصغر جورج جونيور واعلن وصوف عن هالخبر عبر صفحته الخاصة على فيسبوك حيث نشر صورة لابنه حاتم وخطيبته ارفقه بتعليق بلشت السنة بخبر بفرح القلب مع خطوبة ابنه التاني حاتم والحلوة امال حلاوي بتمنى لكم ايام سعيدة وتكملوا العمر بحب وصحة وسعادة اثارت الممثل اللبناني ورد الخال جدل كبير بين المتابعين بعد حديثه عن الموت وتفكيره بكتابة وصيطة وجاء ذلك من خلال نشرة عبر خاصية القصص المصورة على انستجرام صورة الى وكتبت عليها عم فكر اكتب وصيطة ما حدا بيعرف مش معروف اذا احنا عم نلعب بالموت او الموت عم يلعب فينا وتساءل الكثيرين عن سبب كتابة ورد لهيك موضوع وشغلت بالهم على صحته في ظل الانتشار الكبير للعدوى بلبنان وبظل توجه السلطات المعنية الى اخذ قرار الاقفال التام عدد من الفنانين والوجوه المعروفة اصيبوا بعدوى فيروس كورونا بالاسبوع الماضي خصوصا ولكن اكثر ما لفت المواقع الاخبارية الفنية بهاليومين هو تأكيد لخبر اصابة طليقة الفنان اللبناني واق الكفوري انجلة بشارة وبنته ميشيل بالمرض الناتج عن عدوى فيروس كورونا المستجد من ايام واشارت المعلومات الى ان حالتهم الصحية مستقرة وانهم ملتزمين الحجر المنزلي من فقرة فن الخبر كل الامنيات بش شفاء العاجل الهم ولكل من اصيب بهالوباء الخبيث لهم مشاهدينا تكونوا سيد فقرة فن الخبر لنهيتها اشتركوا في القناة